شكرا جماناء الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرانيتش منجز لأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والجزائر وتطلع مصر للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شطة الأصعدة وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية فضلا عن تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين الشقيقين جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حيث أعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بالزيارة الأخيرة لأخيه الرئيس الجزائري ضيفا عزيزا إلى مصر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أوضح أن الرئيس الجزائري أعرب عن خالص التقدير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته إلى مصر مؤكدا اعتزاز الجزائر بما يجمعه بمصر من روابط وثيقة واهتمامها بتكثيف التعاون والتنسيق الثنائي في كل المجالات خاصة الاقتصادية والأمنية هذا وقد تطرق الاتصال إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في ليبيا حيث توافقت الرؤى حول ضرورة تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وجه رئيس عبد الفتاح أسيسي بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروعات القومية الكبرى وذلك لاستعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الآخذة في التوسع على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر حيث جرى متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية كما تناول الاجتماع مستجدات التعاوني مع الخبرات العالمية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد طاقة الهايدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز مكون الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها وذلك لتنويع مصادر امدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر شهد رئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين للمستشار بوليس فاهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا هذا وأعرب الرئيس السيسي عن التقدير العميق للدور المهم للمحكمة الدستورية العليا التي تمثل حلقة مهمة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ كما أعرب عن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق في بذل الجهد والتفاني وتحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون أعلنت وزارة الصحة عن خروج 2428 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 380 ألف وثمان وعشرين حالة وفي بيانها أوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 2191 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته فضلا عن 57 حالة وفاة بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز إمدادات الطاقة والتطورات في الشرق الأوسط وخلال اتصال هاتفي أكد الزعيمان الالتزامة بضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية هذا وأكد الملك سلمان على أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها منوها بدور اتفاق أوبيك التاريخي في ذلك وهمية المحافظة عليه أعلنت الشرطة الأمريكية لانتهاء من فحص ست مدارس في العاصمة واشنطن وأكدت خلوها من مواد متفجرة كانت شرطة العاصمة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد التحقق من تهديدات متعددة بتفجير قنابل في ست مدارس بالعاصمة واشنطن أعلنت بريطانيا وضع ألف من جنودها بالاستعداد لتقديم الدعم في حالة حدوث أزمة إنسانية نتيجة أي هجوم روسي على أوكرانيا ذلك قبيل زيارة رئيس الوزراء بوريس جونسون لزعماء حلف شمال الأطلسي وبولندا اليوم جونسون يزور بروكسيل ووارسو للتأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ الحلف وبحث التطرق أو الطرق التي يمكن لبريطانيا من خلالها تقديم الدعم العسكري مع حشد روسيا قواتها قرب حدود أوكرانيا رياضيا بلغت شلسي الإنجليزية المباراة نهائية من كأس العالم للأندية لكرة القدم بفوزه على الهلال السعودي بهدف دون رد سجل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية والثلاثين ليدرب البلوز موعدا مع بالميراس البرازيلي في النهائي المقرر السبت في العاصمة الإماراتية فيما ستجمع قمة كروية عربية نادي الأهل المصري بالهلال السعودي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميداليا البرونزية لمنديال الأندية انتهى الموجز نعود استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفصل ترجمة نانسي قنقر